بسم الله الرحمن الرحيم يسرُّ الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تُقدِّم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلَّ له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من علينا بمواسم الخيرات وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وحبيبه وخليله وخيرته من خلقه أفضل السابقين إلى الخيرات صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والمكرومات والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فعلى بركة الله تُستأنف الدروس العلمية في بيت الله الحرام في تفسير القرآن الكريم وفي شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا اليوم الثلاثاء العشرين من الشهر الثامن شهر شعبان من عام ثمانية وثلاثين وأربعمائة وألف ونحن في شهر شعبان وعلى مقربة من شهر رمضان المبارك بلغنا الله وإياكم إياه بمنه وفضله وكرمه وجعلنا وإياكم من المعانين فيه على الصيام والقيام ومن علينا وعليكم بالمغفرة والرحمة والقبول والعتق من النيران بمنه وكرمه نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتغون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون حسن تبارك الله فيك هذه الآيات آيات الصيام من الآية الثالثة والثمانين بعد المئة إلى الآية الخامسة والثمانين بعد المئة من سورة البقر ابتدأها الله عز وجل بياء النداء يا أيها لتكون أدعى للإصاء والقبول ثم نادى المؤمنين الذين شرفهم الله بالإيمان وهذا من مقتضيات الإيمان وهو القيام بالأوامر وتحقيق العبادات والبعد عن الزواجر والمحرمات يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ أي فُرِضَ كُتِبَ بمعنى فُرِضَ وَأُوْجِبَ عليكم أيضاً هذا من الأساليب الدالة على الوجوب وكُتِبَ وعليكم كلها تدل على الوجوب كما قال تعالى ولله على الناس حجُّ البيت من استطاع إليه سبيلاً كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَام الصِّيَام في اللغة هو الإمساك ومنه قول الله عز وجل إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيَّةِ مُطْلَقُ الإمساك فالإمساك عن الكلام يُسمَّى صِيَامًا ومنه الإمساك عن الطعام والشراب في المعنى الاصطلاح والوقاع الصِّيَامُ في اللغة هو الإمساك ومنه قول الشاعر خَيْلٌ صِيَامٌ وخَيْلٌ غَيْرُ صَائِمَةٍ تَحْتَ الْعَجَاجِ وَأُخْرَى تَعْلِكُ اللُّجُومًا والصِّيَامُ في الاصطلاح الصِّيَامُ في الاصطلاح إمساكٌ بنيةٍ مخصوصة في زمنٍ مخصوص عن أعمالٍ مخصوصة إمساكٌ بمعنى الكف عن الطعام والشراب والجماع إمساك والإمساك يكون بنيةٍ مخصوصة لأنه لا بد من تبييت النية من الليل في صيام الفريضة وفي الشهر أيضًا كلِّه وأما صيامُ النافلة فلا يلزم فيه تبييت النية كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علينا فيقول هل عندكم من شيء؟ فتقول لا فيقول إني إذن صائم وهذا في النهار إذن الإمساك بنيةٍ مخصوصة النية المخصوصة على أنه صيام الفرض صيام رمضان تخص هذه النية بصيام هذه الفريضة بنيةٍ مخصوصةٍ في زمنٍ مخصوص وهو شهر رمضان المبارك شهر رمضان المبارك وهو ثلاثون يوماً أو تسعةٌ عشرون يوماً على حسب الرؤية وإن لم تتحقق الرؤية فبإكمال العدة سواء كانت عدة شعبان في دخول رمضان أو كان إكمال العدة في رمضان إذا لم يرى هلال شوال عن أعمالٍ مخصوصة وهي الأكل والشرب والجماع في نهاية الرمضان وسائر المفطرات المعنوية والحسية لأن الصيام عبادة من أجل العبادات الصيام ركنٌ من أركان الإسلام وفرضٌ من فروض الدين وهو من المعلوم من الدين بالضرورة وقوله سبحانه كما كُتِب على الذين من قبلكم دل على أن الصيام كان مكتوباً على من قبلنا من الأمم لكنه قد تختلف الشريعة والطريقة فليس بالضرورة أن يكون كصيام أمة محمد صلى الله عليه وسلم لكن الصيام كان مشروعاً في شرع من قبلنا وهذا يدل على أن هذه الأمة ليست بدعاً من الأمم وإنما يشرع لها كما يشرع للأمم من قبلها لكنها تخص بشريعة محددة جاء بها النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم ثم بيَّن سبحانه وتعالى الحكمة من مشروعية الصيام قال لعلكم واللام للتعليل لعلكم تتقون فيه إشارة إلى حكم الصيام وأن من حكم الصيام تحقيق التقوى والتقوى هي أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقايا بفعل الأوامر واجتناب الزواجر ثم قال سبحانه أياماً معدودات الصيام أياماً معدودات إما تسعة وعشرون يوماً أو ثلاثون يوماً هذا يدل على تقليلها ليحدث التنافس بين أهل الإيمان في اغتنامها وما أسرع الشهر يهل ثم يزل يعني يمشي تمر الأيام الأولى العشر الأول ثم العشر الوسطى ثم العشر الأواخر وينصرم الشهر ففي هذا لفته إلى أنه ينبغي أن تستثمر هذه الأيام المعدودات بالصيام والقيام وقراءة القرآن والذكر والدعا والتقرب إلى الله عز وجل بأنواع القروبات فمن شهد منكم الشهر فليصم هذه من أدلة وجوب الصيام من أدلة وجوب الصيام النداء والنداء بشرف الإيمان وقول سبحانه وتعالى كتب أي فرض عليكم وتقديم العامل هنا دل على أيضا الفرضية والوجوب ثم أيضا جاءت الآية المؤكدة في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم ودل هذا على أن الصيام إنما يكون بشهود الشهر وذلك بثلاثة أمور إما رؤية الهلال أو إكمال العدة ثلاثين يوما أو شهادة شاهدي عدل أو شاهد عدل واحد على خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى ومن أدلة وجوبه تكرار فمن شهد منكم الشهر فليصم في الآية بعدها وكان فرض الصيام في أول في أول الإسلام بالتخيير بين الصيام والإطعام إلى أن قال سبحانه وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوا وَفِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٌ مِسْكِينٌ وَفِي قِرَاءَةٍ يُطَوَّقُونَهُ وَقَدْ اختْلَفَ المفسرون هل هذه الآية منسوخة أو ليست بمنسوخة والصحيح ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية ليست منسوخة وإنما هي للمريض والشيخ الكبير للمريض والشيخ الكبير يعني الذي لا يطيق الصيام فإنه ينطلق منه إلى إما الإطعام أو القضاء لمن استطاعه فدية طعام مسكين فمن شهد منكم الشهر فليصم أيضاً هذه من أساليب الوجوب واللام هنا لام الأمر فليصم ومن كان مريضاً أو على سافر فعدة من أيام أخر إلى أن قال سبحانه وتعالى وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الصيام في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وهذه من خصوصية شهر رمضان أنه أنزل فيه القرآن العظيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضاً أو على سافر فعدة من أيام أخر ثم أيضاً بين من حكم الصيام يريد الله بكم اليسر الصيام يسر وليس بمشقة وعسر وهذه من حكم الصيام فلم يلزمنا الشارع الحكيم بصيام السنة كلها ولا بالإمساك في الليل والنهار وإنما هو أيام معدودات وساعات معدودات وفيها الأجر العظيم من الله تبارك وتعالى ومن أدلة وجوب الصيام قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما بني الإسلام على خمس وذكر منها صوم شهر رمضان المباراة ومن أدلة وجوبه الإجماع الإجماع الأصل في وجوبه الكتاب والسنة والإجماع فقد أجمعت الأمة الإسلامية على وجوب صيامه وأن من أنكره فهو كافر والعياذ بالله لأنه يكذب بالقرآن وبمحكمات الشريعة والحكمة من مشروعيته التقوى تزكية النفس بالعمل الصالح وتطهيرها وتنقيتها من الأخلاق الرديئة والأخلاق الرذيلة والصيام يضيق مجاري الشيطان في البدن لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فإذا أكل أو شرب اتسعت هذه عروق بسطت نفسه للشهوات وضعفت إرادته وقلت رغبة النفس في العبادات والصوم على العكس من ذلك وفي الصوم تزهيد في الدنيا وشهواتها وترغيب في الآخرة وإحساس بحال الفقراء الذين قد تمر عليهم الأيام وهم صائمون لعدم قدرتهم على الحصول على الطعام والشرع فيه باعث على العطف على الفقراء والمساكين وإحساس بآلامهم لما يذوقه الصائم من ألم الجوع والعطش لأن الصوم في الشرع هو الإمساك بنية عن أشياء مخصوصة وهي الأكل والشرب والجماع ومقدماته وغير ذلك ويتبع ذلك الإمساك عن الرفث وهو الجماع والفسوق وهو سائر المعاصي والمحرمات يبتدئ وجوب الصيام من طلوع الفجر الثاني إذا طلع الفجر الثاني وذلك يعرف بأذان الفجر أذان الفجر الثاني كما في حديث إن بلالا يؤذن بليل الأذان الأول فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم قال وكان رجل أعمى كان ابن مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت وفي هذا دليل على يسر الشريعة والذين اليوم يشددون على أنفسهم في التكلف والتشدد في الإمساك أو بعضهم يؤخر حتى الإفطار والعياب بالله تعقيد ووسوسة من الشيطان هؤلاء مخطئون وعليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى قال تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ومعنى يتبين لكم يعني يتضح الليل من النهار يتضح بياض النهار من سواد الليل ويبدأ وجوب الصيام كما قلنا بدخول شهر رمضان بأحد الطرق الثلاثة الشرعية الرؤية أو إكمال العدة أو الشهادة على الرؤية أو الإخبار عنها فيصام رمضان برؤية شاهد واحد على الصحيح من أقوال أهل العلم عدل مكلف ويكفي إخباره بذلك لقول ابن عمر رضي الله عنهما ترى الناس الهلالة فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم واليوم ولله الحمد والمنة الوسائل متيسرة يظل الناس مفطرين حتى يعلن في وسائل الإعلام في بيان من الدوان الملكي أنه بناء على ما رفعه مجلس القضاء الأعلى بالبيان المعروف ويبين دخول الشهر وكذلك خروجه فلا حاجة إلى أن يتكلف الناس أو يتراءوها الآن وإن كان هذا مسنون ويحث عليه أن يتراء الناس الهلال كما في حديث ابن عمر ويبلغ أيضا الجهات المسؤولة والجهات القضائية لتكمل إجراءات ثبوت الشهر وكذلك خروجه لكن خروجه لا يكون إلا بشهادة عدلين إثنين لأن الأصل بقى ما كان على ما كان ولا يخرج من الصيام إلى الإفطار إلا بشهادة عدلين والطريقة الثالثة إكمال العدة شروط وجوب الصوم شروط وجوب الصوم أولا الإسلام فلا يصح من الكافر الثاني التكليف وهو البلوغ والعقل فالصغير لا يلزمه الصيام لكن يسن له ولوالديه بالذات أن يربيانه على الصيام وكان السلف والصحابة رضي الله عنهم يربون أبناءهم على ذلك وأيضا العقل يخرج المجنون فالمجنون لا يشرع له الصيام هذه أربعة شروط تزيد المرأة شرط شرطا خامسا وهو أيضا عدم وجود الحيض أو النفاس ولا يجب الصوم على الصغير لكن يصح منه ولا على المجنون والمجنون فاقد العقل وفاقد النية أيضا فلا يصح منه الصيام ولا يجب الصيام أيضا القدرة القدرة من الشروط القدرة تخرج تخرج المريض المريض الغير القادر على السفر والكبير الذي لا يستطيع الصيام وكذا المسافر لكن المريض الذي يرجى برؤه والمسافر هؤلاء يقضيانه حال زوال عذر المرض والسفر قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر والمريض هنا المريض الذي يزول مرضه ويرجى برؤه أما المريض الذي يستمر مرضه فهذا يدخل في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وكذا الكبير وكذا الكبير الذي يعجز عن الصيام ولا ينبغي للمريض ولا للمسافر أن يشق على نفسه بل ينبغي أن يأخذ برخصة الله التي رخص له فيها إن الله يحب أن ترخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه والخطاب في الصيام يشمل المقيم والمسافر والصحيح والمريض والطاهر والحائض والنفس والمغمى عليه كل هؤلاء يجب عليهم الصيام في ذممهم بحيث إنهم يخاطبون بالصيام ليعتقدوا وجوبه في ذممهم والعزم على فعله إما في الأداء وإما في القضاء وهذا على اختلاف حالات الناس فالصحيح المقيم يخاطب بالصوم في نفس الشهر أداءا والذي يخاطب بالقضاء الحائض والنفس والمريض الذي لا يقدر على أداء الصوم لكنه يقدر عليه قضاءا ومنهم من يخير بين الأداء والقضاء كالمسافر المسافر إن رأى في نفسه القدرة على الصيام وأنه لا يشق عليه لا سيما اليوم مع تقدم وسائل السفر في الطائرات بعض الناس لا يشق عليه فله ذلك له أن يصوم لكن الفطر في حقه أفضل المسافر والمريض الذي يمكنه الصوم بمشقة من غير خوف التلف يخير بين الأداء والقضاء ومن أفطر لعذر ثم زال عذره في أثناء نهار رمضان مثل المسافر قدم في النهار والحائض والنفساء طهرتا قبل غروب الشمس الكافر أسلام الظهر نقول له أمسك والمجنون أفاق من جنونه عقل فالصغير بلغ العصر فإن كل من هؤلاء يلزمه الإمساك بقية اليوم لكن هل يكفي ولا يقضي لا يكفي لأن العاصل في الصيام أنه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهذا لم يصوم إلا بعضه فيقضيه وكذا لو قامت البينة في أثناء النهار ما علمنا دخول الشهر هذا ليأعاد قبل الوسائل الجديدة اليوم اليوم نعرفه في الرياض مثلا ولا في المنطقة الشرقية لأنهم يصلون قبلنا أمكن بساعة فيمكن قبل أن نصل للمغرب ونحن نتيقن دخول الشهر أما هذا من قبل كان ما فيه هذه الوسائل فإذا قامت البينة في أثناء النهار فإن المسلمون يمسكون بقية اليوم ويقضون ذلك اليوم نعم بداية الصيام ونهاية قلنا من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس قال الإمام الحافظ بن كثير هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين ورفع لما كان عليه من الأمر في ابتداء الإسلام فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة فنزل قوله سبحانه أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى قوله فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل فتبين من هذا تحديد الصوم اليوم بداية ونهاية وأنه من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس وفي إباحته تعالى الأكل والشرب إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور والسحور سنة في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه تسحروا فإن في السحور باركة وشالفرق بين السحور والسحور بالضم السحور هو الطعام اللي تأكل بالفتح والسحور هو نفس عملية السحور نعم وقد ورد فيها أيضا ولو أنه قليل بمذقة لبن أو جرعة ماء أو تمره ويستحب تأخيره إلى قرب أذان الفجر وما يفعله بعض الناس اليوم من السهر ويتعشون نصف الليل مثلا وينامون بعضهم ولا يتسحر ولا يصلي الفجر هذا خلاف الواجب بل خلاف السنة وما كان عليه هادي المصطفى عليه الصلاة والسلام ولو استيقظ الإنسان وعليه جنابه مسألة فقهية لو استيقظ الإنسان وعليه جنابه أو طهرت الحائض قبل طلوع الفجر فما الحكم الحكم أنهم يبدأون بالسحور ويصومون ولو تأخر الاغتسال إلى بعد طلوع الفجر نعم من المسائل أيضا في الصيام النية النية وتبيتها من الليل لكن بدون تلفظ لأن التلفظ بالنية بدعة ليس من عمل النبي عليه الصلاة والسلام ولا من العمل الصحابة رضي الله عنهم ولا السلف الصالح فيبيت النية من الليل كل ليلة بنيتها ولو نوى من أول الشهر إلى آخره أجزأه إن شاء الله ويش ماذا يترتب على هذا يترتب عليه لو نام لو نوى الصيام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر يقول أنا ما أصوم لأن ما نويت لا نقول له تمسك وصيامك صحيح إن شاء الله ويستحب تعجيل الإفطار متى ما أذن المغرب بداية الأذان فإنه يفطر لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطر والسنة أي افطر على رطب فإن لم يجد فعلى تمر فإن لم يجد فعلى ما هذه هي السنة فإن لم يتيسر ما تيسر له من الأكل أو الشر ولو بنيه وهنا أمر ينبغي التنبيه عليه وهو أن بعض الناس يتوسعون في الإفطار ويسرفون وقد يفطر في بيته ويترك الصلاة وهذا فيه الحقيقة تساهل ويستحب الدعا في الصيام ولا سيما عند الإفطار ولهذا جاءت آية الدعا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فينبغي على المسلمين أن يجتهدوا بالدعا لأنفسهم ولأهلهم ولوالديهم وإخوانهم وأسرهم والمسلمين جميعا ولا سيما المسلمون الذين يعانون من النوازل يدعو لهم بأن يفرج الله كربهم وأن يصنح حالهم وأن يحقن دماءهم ويجتهد بالدعا ويلح على الله تبارك وتعالى بالدعا وأيضا يدعو عند الإفطار إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد أخرجه ابن ماجة من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أفطر قال ذهب الظمى وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله أخرجه أبو داود وينبغي للصائم أن يتعلم أحكام الصيام ويسأل أهل العلم عما يشكل عليه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يتعلم أحكام الصيام أحكام الإفطار المفطرات وقت الإفطار صفته وقت الصيام وصفته حتى يؤدي صيامه على الوجه المطلوب وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه والله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قال الإمام الحافظ بن القيم رحمه الله وكان هديه عليه الصلاة والسلام في الصيام أكمل هدي وأتمه وكان عليه الصلاة والسلام أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة شف انظر إلى السرعة في الخير وعجلت إليك رب لترضى مسألة مفسدات الصيام ما هي الأمور التي تفسد صيام الصائم هناك مفسدات للصيام يجب على المسلم الصائم أن يعرفها ليجثنبها ويحذر منها لأنها تفطر الصائم وتفسد عليه الصيام وهذه المفطرات هي أولا الجماع فمن جامع أهله في نهاية رمضان بطل صيامه ولزمه قضاء ذلك اليوم ويجب عليهم على القضاء الكفارة وهي عتق رقبه فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من الطعام نصف صاع من الطعام يمكن تقريبا كيلوين ونصف تقريبا من المفطرات إنزال المني بغير جماع قد يكون بسبب التقبيل أو اللمس أو الاستمناء أو تكرار النظر فمن أنزل منيا فإن صيامه يفسد وعليه القضاء فقط دون الكفارة لأن الكفارة بالجماع والنائم إذا احتلم ما الحكم هل يفسد صيامه؟ لا لأن هذا من غير اختياره فلا شيء عليه وصيامه صحيح لأنه وقع من غير اختياره من المفطرات ثالثا الأكل والشرب متعمدا أما الناس فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه أما الذي يتعمد فهذا أمر خطير وكلوا واشربوا حتى حتى للغاية يعني إلى أن يخرج بيض النهار بأذان الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل أما لو أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه كما في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة في الصحيح ومما يفطر الصائم ما يقوم مقام الطعام والشراب مثل إيصال الماء مثلا إلى الجوف عن طريق الأنف ما يلازم عن طريق الفم ولهذا المفطرات تلزم بالدخول إلى البدن من وسائل النفوذ إليه كالفم الأنف أيضا الأنف من طرقي وهو ما يسمى بالسعوط عند أهل العلم أخذ المغذي 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 ما حكم الإبر المغذية الإبر المغذية إذا كانت تقوم مقام الطعام والشراب فإنها تفطر أما الإبر الدوائية التي هي الحقن في الوري ولا يترتب عليها تغذية للبدن ولا شرب له فهذه لا تؤثر ومع هذا الأحوط أن يتركها إلى الليل طيب التحليل تحليل اللي فيهم سكر بس يريد يأخذ قطرة قليلة هذه لا تؤثر إن شاء الله قطرة العين وقطرة الأنف إذا وصلت إلى البدن فإنها تفطر بالذات قطرة الأنف أو إذا لم تصل كانت عن طريق العين فهذه لا حرج فيها إن شاء الله وكذلك الكحل والطيب كل هذه لا تؤثر إن شاء الله ولكن مع كل هذا الأحوط تركها إلى الليل دع ما يريبك إلى ما لا يريبك أيضا من المفطرات الحجامة إخراجوا الدم من البدن بالحجامة بالفصد بسحب الدم يأخذ منك برواز كبير هذا مثل الحجامة حكمه حكمه الحجامة لكن لو أخذ دم ليتبرع فهذا نقول لإسعاف مريض يفطر ويقضي أما إخراج الدم القليل مثل الوخزة الإبرة هذه فهذه إن شاء الله لا تؤثر بحول الله وفضله ومنه لأن الدين مبني على الأسر من المفطرات أيضا التقي الاستفراغ هذا إن كان عامدا فإنه يفطر وإن ذرعه أي كان القير غصبا عليه مثل بعض الناس كثر السحور كثر السحور ثم ما يمديه صلاة الفجر إلا قد يقي فهذا لا شيء عليه لحديث من ذرعه القي فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي فليقضي أخرجه أبو داود وترمذي وابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومعنى ذرعه أي خرجه من غير اختيار وقلنا الكحل ومداوات العينين بالقطرة هذا إن شاء الله أنه لا يؤثر ولو تركه إلى الليل فهو أحوض أيضا المبالغة في المضمضة والاستنشاق النبي عليه السلام يقول في حديث لقيط بن صبيرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما حتى لا يدخل الماء إلى جوفه نعم السواك ما حكمه للصائم الصيام ما حكمه السواك لا يؤثر إن شاء الله لو طار إلى حلقه غبار أو ذباب لا يؤثر إن شاء الله ينبغي أيضا المفطرات الحسية والمفطرات المعنوية الكذب الغيبة النميمة إطلاق اللسان في أعراض المسلمين كل ذلك لا يجوز نعم لابد من مراعاة ذلك من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه هذه أهم مسائل الصيام أسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان اللهم بلغنا بمنك وكرمك شهر رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام واكتبنا فيه من المرحومين وممن كتبت لهم المغفرة وممن أعتقت رقابهم من النار بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اجعله شهر عز ونصر للإسلام والمسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته